التطوير واحد من المبادئ الأساسية عند أي إدارة في النادي الآن محدش بيقف عند حد معين وحتى لما حد بيتولى المسؤولية بيبتلي يطور ويكمل على السبق والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم إذا كانت تقييم المسؤول في أي موقع بيتم بشكل كبير جدا أو بتعكسه بشكل كبير جدا الأرقام خلينا أقول لحضراتكم أنه الأهلي في الفترة اللي تولى فيها كابتن حسن حمدي مسؤولية النادي حقق فيها الأهلي 9 بطولات دوري 3 بطولات كاس 7 سوبر محلي 5 بطولات دوري أبطال أفريقيا من أصل 8 فزن بيهم و5 بطولات سوبر أفريقي وشارك الأهلي تحت رئاسة كابتن حسن حمدي في 5 مناسبات أو 5 مرات في كاس العالم الأندية في مرة منهم طبعا مرة فرحنا الأهلي وفرح جماهيله في كل مكان في العالم وحقق المدالية البرونزية ورجع في مناسبة تانية وحقق المركز الرابع كابتن حسن حمدي الحقيقة طول مشواره حتى أيام كان لعب شارك في عدد كبير جدا من مباريات 107 بطولة تقريبا في بطولة الدوري وده كان على مدار 6 مواسم طبعا وفاز مع الدوري مع الأهلي بأكتر من دوري ونضم لصف المنتخب الوطني موسم 74-75 لما كان الأهلي بيلعب أو بيمرانه في التوقيت ده واحد من أساطير المرانه فريق الأهلي هديكوتي ويمكن في الفترة دي تحديدا أطلق عليه لقب حسن الثابت قبل طبعا اللقب التاني والأشهر يمكن في مسيرة كابتن حسن حمدي لقب وزير الدفاع خلينا الحقيقة نسيب حضراتكم ونختب الفقرة دي طبعا أنا عايزة أقول لحضراتكم بس ولكابتن حسن حمدي رسالة حقيقة الزومة لو هم بيشتغلوا على الأرض مع جمهور الأهلي في كل مكان في رسالة من جماهير أو دعوة الحقيقة خلينا أقولها دعوة مش هقول رسالة دعوة موجهة من جمهور الأهلي وأعضاء النادي الأهلي لكابتن حسن حمدي عشان يشوفوه على شاشة الأهلي في شكلها الجديد ودي طبعا ده شيء يشرفنا ونتمنى أنه كابتن حسن حمدي يكون موجود على شاشة الأهلي فيه أعرب فرصة ممكنة مرة تانية بنبارك لحضرتك كل سنة وحياك طيب وربنا يديك يا رب الصحة وطلط العمر